قمة عربية طارئة لبحث تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وبحث سبل التوصل إلى أفق سياسي ينهي الأزمة الحالية القمة تأتي بعد توافق عربي برز خلال قمة القاهرة للسلام حيث عملت مصر من خلال لغة خطابها الدبلوماسي على ثلاثة محاور أهمها إفشال مخططات التهجير القصري لسكان قطاع غزة والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية واستدامتها وكذلك التوصل إلى أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين وهي المواقف التي دعمتها الدول العربية ودفعت إلى تغيير المواقف الغربية وتحولها من الدعم المطلق لإسرائيل إلى الدعوة لإدخال المساعدات تأييداً للموقف المصري الهادف إلى بناء توافق دولي حول دعم قطاع غزة كنا نقول مع سيدة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولتنا وفي حل سياسي تعرفون أن فرنسا لم تحد أبداً عن هذا الدرب ومصر لعبت دائماً هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة يتعين علينا أن نبدل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين تعيشان جنباً إلى جنباً بسلام وأمان مساعدات كبيرة تعمل مصر على إيصالها إلى قطاع غزة وقد أثنى على الدور المصري الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش الذي زار معبر رفح مؤكداً اتفاقه مع الرؤية المصرية حول استدامة إدخال المساعدات نحن في بلد ذات سيادة مصر وهذا ضروري لإدراك للإقرار بقوانين المؤسسة المصرية باسم قصلي الهلال الأحمر المصري من أجل أن تحويل نقل المساعدة لهذا جنب يجب أن نغفر الوقود لذا يجب أن نضمر وقود كافي في هذه الجهة لأصالهم للمساعدين جهود مصر الدبلوماسية منذ بدء الأزمة تتعامل مع أولويات محددة أولها المصار الإنساني ووصول المساعدات إلى سكان غزة ووقف العمليات العسكرية وبناء توافق دولي يدفع باتجاه احترام قواعد القانون الدولي والقانوني الإنساني لذا كان انخراط مصر الفاعل والقوي حكومة وشعبا للتخفيف من آثار العدوان ومن ثم الانتقال إلى عملية سياسية شاملة لحل القضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين